أعلن حي تشاو يانج أكثر أحياء بكين كثافة سكانية ثلاثة جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار شرس لمرض كوفيد-19 ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد مدة وجيزة من تخفيف المدينة القيود التي فرضت في أثناء موجة تفشن في أبريل الماضي وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفايات في الصين منخفض للغاية مقارنة مع العديد من الدول إلا أن السلطات تمسكت بسياسة الوصول بعدد حالات كوفيد إلى الصفر في محاولة للقضاء على الانتشارات في وقت مبكر